لماذا لم يأمر الله مثلا بذبح حيوانات أخرى بعد المسيح وليه المسيح هو اللي كان لازم ينهي هذا الشيء أولا فكرة الزبيحة في العادة القديمة زي ما احنا شفنا أنها كانت إعداد الناس لفهم كمال كانت رموز وظلالة كمال الزبيحة في شخص ربنا يسوع المسيح اللي هو احنا تكلمنا عنها لقربان واحد قد أكمل إلى الأبد يعني لايعيب первقي تكرار ثاني المقدسين فوجد فدائا أبدا فهنا بنشوف أني وزبيحة المسيح غير متكررة وإحنا مش بنكرر زبيحة المسيح وإحنا مش بنصلب المسيح كل يوم وإحنا مش بن حتى فكرة احتفالنا بالقيامة أو احتفالنا بصلب المسيح أو الكلام ده كله وإحنا مش معناه أن المسيح محتاج يتصلب كل سنة ولا كل يوم المسيح تمم هذا وقال على الصريب قد أكمل فهنا بنشوف الفكرة دي واضحة جدا جدا في الكتاب المقدس واضحة جدا حتى في العهد القديم لأنه ده بيشير لأنه فيه زبيح كامل جاي والزبيح كامل جاي ده هيكمل كل شيء لأنه حتى بطرس الرسول في الصاحب الثاني لما بيقتبس بيقتبس من إشاعية جلدات يشوفيتم فهنا بنشوف الفكرة نفسها العهد القديم والعهد الجديد كلهم بيقولوا يعني العهد القديم بيقول إيه أن في مسيح هيجي يقدم الخلاص هو الزبيح الأكمل هو الزبيح الكامل هو كمال الزبيحة ونقدر نشوف الكلام ده في آيات كتيرة جدا جدا في الكتاب المقدس لو عندنا وقت نقدر ناخد الجديد يعني هي الفكرة أنه خطية الإنسان هي ضد الإله الغير محدود وأنه لا يمكن أنه مثل ما بيقول لكتاب تيوس أو عجول أن تكفر كانت كلها الزلال بالإيمان بالإيمان لحمل الله الذي سيكفر عن خطايا البشرية ماضي حاضر ومستقبل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة